السلام عليكم ازايكو حبيبي الحلوين النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض اسماء الاشارة يبا الدرس بتاعنا هنتكلم فيه عن ايه عن اسماء الاشارة فاكرين لما كنا بنغني مع بعض اسماء الاشارة كنا بنقول ايه عن اسماء الاشارة اسماء الاشارة خمسة تشير الى كل الاشياء هاذا هاذه هاذا هاتان هؤلاء طيب قبل ما بناخد مع بعض اسماء الاشارة انا عايزة اعرف يعني ايه مذكر ويعني ايه مؤنس مذكر يعني حاجة بتدل على الولد مذكر يعني حاجة مذكرة سواء كان مذكر ولد او حيوان او جماد اما المؤنس وهو بيدل على البنت الحاجة المؤنسة طيب ناخد امثلة كده انا عندي في المذكر الولد بقول عليه هذا ولد بشاور عليه بقول هذا ولد الجمل مذكر بقول هذا جمل اما المؤنس فهو بيدل على البنت هذه بنت بشاور عليها وبقول ديت بنت هذه كطة القطة مؤنسة ينفع اقول هذا كطة لأ طبعا مش ليقة يبن عندي لازم افرر بين المذكر والمؤنس المذكر شيء بيدل على المذكر زي ولد اما المؤنس شيء بيدل على المؤنس طيب عندي اسماء الاشارة ايه يا با اسماء الاشارة اسماء الاشارة خمسة تشير الى كل الاشياء هاذا هاذه هاذان هاتان هؤلاء دول بنسميهم ايه سنة اتنين اسماء الاشارة هناخد منها اتنين وهذه هناخد منها اتنين هناخد منها هذا وهذه هذا تدل على المفرد المذكر سواء كان عاقل أو غير عاقل يبا هذا تدل على المفرد المذكر هذا ولد هذا باب هذا جمل وهذه تدل على المفردة المؤنسة هذه بنت هذه معلمة هذه طبيبة يبا أنا الوقت يعرفت هذا بتروح مع المفرد المذكر والمفرد المذكر العاقل والغير عاقل أما هذه طماعة بتروح مع مين؟ بتروح مع المفردة المؤنسة سواء كانت عاقل أو غير عاقل ومين كمان يا حلوين؟ والجامع الغير عاقل يبا هذه دي لها كم صحبة؟ لها اتنين بتروح مع المفردة المؤنسة سواء كانت عاقل أو غير عاقل ومين كمان؟ ومع الجامع الغير عاقل هذا اسم إشارة للمفرد المذكر للعاقل والغير العاقل طيب نشوف كده هذا ولد هذا تلميز هذا ولد وهذا تلميز هذا اسم إشارة أمال مين اللي بشاور عليه؟ المشار إليه كلمة المشار إليه المقصوب بها الولد أما عندي هذا ده اسم إشارة فين المشار إليه تلميز يبقى أنا عندي هذا اسم إشارة والمشار إليه مين التلميز طيب نروح كده لهذه عندي صورة معلم وصورة معلمة طيب صورة معلم هنقول إيه على المعلم ده إيه الجملة اللي تنسبه بقول هذا معلم طيب معلمة تاخد مين من أسماء الإشارة؟ هذه معلمة اكتب اسم الإشارة المناسب أنا بشوف كل صورة وبكتب اسم الإشارة المناسب كلمة زرافة تاخد مين من أسماء الإشارة يا شطار؟ برافو علينا تاخد كلمة هذه إيه؟ طيب كرسي كرسي ده يا ترى مذكر ولا مؤنس؟ مذكر من صاحب المذكر؟ هذا يبقى بكتب إيه؟ هذا يبقى على طول باخد هذه الظرافة وبعدها بقول هذا كرسي طيب سرير كلمة سرير تاخد مين؟ هذا سرير طيب ورق ينفع لهذا ورق؟ دي ورقة هذه ورقة أنا عندي ورقة واحدة فأخترنا لها هذه الهدف من النشاط يا سنأولى إن ده بنستخدم فيه هذا وهذه بقدر أفرق بين هذا وهذه إما إمتى أختار هذا وإمتى أختار هذه؟ هذه اسم إشارة للمفرد المؤنس بس لا ومين كمان؟ والجمع الغير عاقل يبقى عندي كلمة هذه بتيجي مع المفرد المؤنسة سواء كانت عاقل أو غير عاقل وكمان طماعة لها صاحبة كمان وهو الجمع الغير عاقل جايب لي صندوق وفيه مصطرة وقلم وبيقول لي حتي الكلمة اللي تناسب هذا والكلمة اللي تناسب هذه هقول هذا إيه؟ شطار هنقول هذا قلم طيب مصطرة تاخد هذا ولا هذه؟ مصطرة دي مؤنسة يا ميس من صاحبة المفرد المؤنس؟ هذه يبقى بنقول هذه مصطرة زي ما أنا شايفة كده عندي الطائر الطائر ده بشاور عليه وبقول إيه؟ هنقول إيه عليه؟ هنقول هذا عصفور هذا هذا عصفور يبقى هذا دي بتدل على إيه؟ اسم إشارة طيب من المشار إليه؟ العصفور طيب شجرة كلمة شجرة شجرة ديت يا ترى تاخد هذا ولا هذه؟ هنختار مين؟ هنشاور وهنقول هناخد هذه يبقى بنقول عليه إيه؟ هذه شجرة هذه شجرة صل الكلمة بالصورة المناسبة جايب لي هنا كلمة هزا وهزي ومجموعة صور ونبدأ نوصل بالصورة المناسبة بنت بنتي تاخد مين من أسماء الإشارة؟ بنتي دي مؤنسة يا ميسي يبقى على طول هنختار هذه طيب قلم مذكر ولا مؤنس؟ سمع الشطر بيقولي مذكر 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 يبقى هنختار هذا ولد مذكر ولا مؤنس؟ مذكر مين صاحب المذكر؟ هذا ولد سمكة هنختار مين؟ هنختار مين؟ الشطر بيقولوا هنختار هذه سمكة لأن سمكة دي مؤنسة ومن علامات المؤنس يا سنة أولى لو الكلمة فيها تأ مربوطة على طول ونمغمضة عناية دي على طول مؤنسة التأ المربوطة بتدل على المؤنس لون الصور عندي الصورة اللي هتقبى مذكره هلونها باللون الأزرق والصورة اللي هتقبى مؤنسة هلونها باللون الأحمر زي ما احنا شايفين كده عندي شجرة قلت هاي زي شجرة شجرة مؤنسة فلونتها بالأحمر طيب الولد الولد مذكر هذا ولد يبقى هلون بالأزرق كلب هيتلون بالإيه بالأزرق هذا كلب طيب عصفور هقول إيه هذا عصفور طيب شمس كلمة شمس أقول هذا شمس ولا هذه شمس برافو علينا هنقول هذه شمس لأن كلمة شمس مؤنسة ضع اسم الإشارة المناسب جايب لي مجموعة جمل بيقول لي حتي اسم الإشارة اللي نسبها بنت جميلة تاخد إيه على طول تاخد هذه بنت جميلة طيب لما أقول ولد بارع ولد يعني مذكر وبدل مذكر يبقى هنختار مين على طول؟ هنختار هذا ولد بارع أشجار عالية كلمة أشجار يا طرى دي تنوها إيه؟ ده ده جمع غير عاقل أشجار جمع غير عاقل مين صاحبة الجمع الغير العاقل؟ مين الشطر اللي هيقول لي الطماعة؟ افتكر كده معايا هذه يبه هذه أشجار عالية هذه أشجار عالية ليه اخترت هذه؟ عشان كلمة أشجار جمع غير عاقل ومين صاحبة الجمع الغير العاقل؟ هذه يبقى إحنا النهاردة أخذنا في أسماء الإشارة هذا وهذه أخذنا أسماء الإشارة وخمس بس إحنا اختصينا هذا وهذه وعرفنا أن هذا صاحبة المذكر المفرد سواء كان عاقل أو غير عاقل وهذه قلنا صاحبة المفردة المؤنسة اللي هي البنت سواء كان مفرد مؤنس عاقل أو غير عاقل بس هذه طماعة ولها صاحبة كمان إيه؟ الجمع الغير عاقل بكنا وصلنا لنهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفسي لتتحصل على مكوكة ترجمة نانسي قنقل